حبيب كل من يصنع فينا على ديوانا فام مازلنا مواصلين مع أستار حتى للماضي ساعتين فرحانا برشا لي هو ضيفي عنده مدايدة غايبة عليها غايبة عن الأعليم ولكن موجود في المسرح نستنيه في جديده ليلة تعجب إن شاء الله على قريب نهار 11 أكتوبر بيش تكون حاضرة في المسرح البلدي إن شاء الله مش بيش تكون وحده مع أميم المحر زي من صالح شاكيب الغانمي واسبيدي نحكيكم على الفنين القادير جلال الدين السعدي أهلا وسهلا أهلا بيك عايش تحية لك والفريق التقني ولجميع مستمعي ديوانا فام نورتنا يزيد في نورك لله عندك مدة غايبة علينا وينك أي ما نحضر كانكي نبدأ عندي ما نحكي سينام فمش علش فمش علش نبدأ في وجه هكاكة بالفارغ لي ساعات ديما نقول الفنين يجيوا بحثين حتى كي يبدأ ما عندكش جديد الفنين يكون عنده ملم بشأن الثقافي بشأن الاجتماعي ساعات ناس حب تسمعوه ورايه يحب يسمعوه وينه وعليش غايب موش ديما مربوط بالجديد ها كن لمهم أنا وفي كل انترفيو نتشوق بش نكون موجود فيه نقولهم الكل تلمهم فردك شكارك وتفرغهم فرد بربا مرحب بيك جلال الدين السعدي نحكيو على مسرحية جديدة ليلة عجب بش تكون العودة إن شاء الله ماكش بش تكون واحدة كيف ما قلت نهار ساعتاش أكتوبر تكون على ركح مسرح البلد أحكينا عليها شوي المسرحية هي مسرحية من إنتاج أوكي إيفنت النص والإخراج لسي عبد القادر الدريدي تمثيل كما ذكرت سيادتك أميمان المحرزي أميمان صالح المعروف بأيمن المصري معروف برشا في التلفز عرفتو معز بوعتور وشاكيب الغانمي وثل من الرقصين ومن المغنيين معناها العرض فيها تقريب 24 نفر أي بور ينفوا معناها خاطر دي معنا مشكلة الإنتاج دي معنا مشكلة الفلوس والمسرح فلوس ينومين الجمش الإنتاج يتم فالمرة هذه السي عبد القادر الدريدي يزضم على مشروع كبير من نوع ما هوش مسرحية هو منوعة مسرحية منوعة مسرحية تضم التمثيل والغنى والرقص وحتى تمثيل النص مكتوب بطريقة ضامرة برشا معناها من اللي تتفرج في أول العرض حتى الآخر وانتي تتمتع بالنص الحلو بالضمار بالرقص بالغناء يعني عرض فرجوي كامل متكامل بتشوفوا التمثيل الرقص الغناء يعني خلينا نقوله أنواع الفن الثلاثة هذو مبشو كونهم موجودين في المسرحية ونحن من هذا كونه المجموعة الكل أتمثل تقريب أغلب ولايات تونس خلينا من الوسط من الجنوب من قبلي من قبس من بنزرت معناها تحس لولايات تونس الكل موجودة في هالعمل هدايا بش نهار اخر في العروض كل حد يلقى روحه معناها كل ولاية تلقى روحه في هالعرض هدايا من خلال سواء الرقص ولا الغناء خطر اخترنا أغاني تمثل هالجهات هذو ما بين الشمال والجنوب الشمال والوسط والجنوب ومن خلال زد التمثيل حتى لأنه أغلب المغنيين هما زد ممثلين معنا في هالعرض هذي واحنا سي جليل عنا مدة هكية بعدنا على الأعمال الجماعية ما عادش نشوفوا المسرح الجماعي حاضر بقوة يعني ديما ولينا نشوفوا زوز مع بعضهم يمثلوا كما قلت لك في السابق المسألة مسألة فلوس المسرح فلوس يا عندك فلوس بش تصدم على على مشروع يا عندك منتج باهي مأمن بالفكرة متاعك كما المنتج اللي معنا توا وآمن بالفكرة وصرف عليها يا تكتفي بكونك تقدم عمل فردي أو ثنائي اللي انتي ماكش صرف عليها تنجم تكون كاتبه نجم الممثل هو بيده كاتبه وعمله لخراج وحده ومثله وحده وبش مايتكلف له شي أكثر وهذا ماهوش ماهوش شح منه معناها لأنه الفلوس مش موجودة معناها خطر الممثل لكلنا نعرف واللي ماهوش كما مداول عند العام كون الممثل يفرني فيهم معناها يصرف فيهم يمين ويصار الممثل هو كما النس يعيش يعيش باك المداخيل هذوكم معندوش الزايد فوقت اللي يخمم ويحلم يحلم خاصة ويخمم بش يعمل مشروع يعمل مايتكلفش برش يخلي نقول يكبس السنتور يحدد حلمته معناها معناش حلمة بالكبير إلا إذا كان لقيت منتج كبير ينجم يصرف لك على حلمتك حاجة أسف تخلي يمكن تخلي محدود يعني عندك حدود حتى في الإبداع في يحصر لك حلمتك يحصر لك حلمتك ما يخليك تحلم معناها الفلو تحلم دكوردو أما ما تحقق لك أحلامك كان الفلوس لك عب كما قولوا أحنا آخر عمل لك مسرحية ملاجو مع كوثر الباردي لنا عندي مسرحيتين أخرين بعدها هي مسرحية ملاجو أنتجناها عام 2019 جت أعوام الكورونا وقفة المسرحية عملنا بها عروض في 2019 ووقفة مدة مدة الكورونا ثم عودنا رجعنا بها بقوة أنا وكوثر الآخر عرض قدمناها في مهرجان مهرجان الصيفية وعليش ما كملتوش مع بعضكم معناه دولابية نجم يكون مقسم روحه بين ثلاثة أعمال ثلاثة مسرحيات ما يكونش مركز على عمل معين أي نجم يكفي كونه المدة متاع التمارين تكون بعيدة على بعضها معناه أنا نجم نتمرن العام هذا على مسرحية والعام الجاي على مسرحية أخرى والعروض تقعد بقي بقي ماشية متاع المسرحية اللولة والمسرحية الثانية يكفي كونك أنت تكون متفق مع الجهة المنجة في العروض في عوقات العروض لكن ديما من العرش توافقني ولا لي فما هكا حاجة سبيسيال بينك أنت وكوثر البارد من دار لهني الملجة وديما فما هكا كما نقول وإحنا تتفهم يسر فما أغموني بينك وبين كوثر البارد لدرجة أن المسرحية ديما تكون ناشحة معناه وذي من نول وموجود مبيناتنا حتى وقت لكونا في فرقة مدينة تونس خطر أنا وكوثر بدينا في فرقة مدينة تونس في مسرحيات كبيرة معناها مع ممثلين أخرين حتى لن خمت هي واقترحت عليها كونو بشنا عمل وانديو متاع مسرحية دار لهنا وكان عمل ناجح وبعد هي عملنا تقريب خمسة مسرحيات اللي ما كانوش في نفس ما اخذوش نفس الحظوة متاع مسرحية دار لهنا في العروض وفي هاك السكسير الكبير لكن كانت عروضها محترمة وحبها الجمهور معناها كيف هو السر اللي خليزوز ممثلين ينشحوا مع بعض يمكن في اختلاف على بعضنا على خطر المسرحية كنعرضوها على الركح نعرضوها بعد الاختلاف فيهم يكون اكثر من التوافق وفي كتابة النصوص المسرحيات الكل اللي خدمت مع كاوثر كتبتهم أنا نكتبهم فوريا ميزور ما نكتب ما عنديش نص حاضر معناها ما عنديش ما عنديش نص بش ننطلقوا منه ديما عنا فكرة فكرة مقلقتنا ديما نخموا في مشاغل وهموم المواطن التونسي خاصة ونشوفوا شنو اللي مقلقنا نحن خطر احنا في الأول وفي الأخير احنا مواطنين من جملة المواطنين التوانسة الكل فنشوفوا شنو اللي مقلقنا وشنو اللي مقلق التوانسة الكل ونطرحوه في مسرحية بالبحث معناها يوميا أنا نجيب نص جديد نقراوها كان مشا مع أفكارنا ومع أسلوبنا في الطرح هاو كان نكملوه سنو نعاود نكتب من جديد من قدو معناها نعدي وبلو شهر واحنا في البحث في البحث على الموضوع اللي يلزم يوصل للجمهور ويمس الجمهور دار لهنا من المسرحيات القليل اللي ميمكن مسورة نحكي على المسرحيات الجديدة خنقول الزمن الحديث واللي تتعدى في الوطنية ويعملولها إعادة وكل مرة تتعدى والناس تحب كل شهر تتعدى مرة ولا مرتين شنو الإحساس متاعك تتعدى هل أنت تكون سعيد إنه إعادة يصعدني برش يصعدني لأنه مسرحي عمرها تقريب طوى 22 سنة واللي حتى الجيل جديد يتفرج فيها بنفس المطعة ونفس الكيف متاع تعجيل اللي تفرج فيها في أعوام اللي إحنا أنتجناها فيها تحس على صالحة لكل زمان وما كان يعني المشكل ما تتبدلش الزوجية يعني كنت تتفرج عليها تحس تناجم تعمل على وقت ما تبدلوش برش فمش حاجة كبيرة اللي يزم تتبدل يمكن في التابلول الأخرين متاع اللي إحنا نحكيه على على حاجة عادية جدا لكن في المواضيع الهامة ما بين الزوجين التاوى التاوى متداولة المواضيع هذيك التاوى مزلنا نعيش فيها صحيح كاثر الباردي كانت حاضرة بحضي وحياة برشة كاثر الباردي نحبها كانت حاضرة بحضي وقت اللي اقترحت جزء آخر من سيدكم فرحة العمر وهي رفضت صحيح لا مش فرحة عمر دار لهن بس رحي دار لهن بس رحي دار لهن هكي خطور اللي في بالي قلت عش ما نعملش دوزين بارتي وانطلقت من برمير بارتي باش اكتبت مرة هذي اكتبت نص كامل حاضرة عطيتها قرات وقت لي حلو اما نخاف دوزين بارتي تطلع احلى من برمير بارتي تفصخ ولا برمير بارتي تطلع احلى وهذي تمشي الضيع معناها ما تتشافش فقنعتني والنص مازال محطوط في القجر وما مخدمناش عليه علش لي علش لي تنجم تعملوها الفكرة معنا ينجم يكون نشوفكم انتم اكبار او تولي مشاكل اخرى لا والاحلم الكل في وقت من الوقات في 2014 تقريب اقترحت علي تلفز من خلال كوثر بارتي بيانسور بيش نخدم على مسلسل فرحة عمر ونكتب بصيغة جديدة ف اقترحت عليهم انا كونو العيلة كبرت وجاب صغار وبصيف تعدى في رمضان نخلي الفترة الزمنية رمضانية ونا كل يوم معاه ام ومراجة متعبة البرسوناج متع الفرحة واتفقنا وتحل مكتب انتاج وجدت الكوستيومير والمكيوز والبروديكتور حاضر والنصوص الطبعة يا اخي من غدوة مديرة التلفزة قدمت استقالتها تسكر البيرو بطل المشروع اي ما عادش فما مشروع ما عادش فما حاجة اسمها فرحة عمر الثنين وبعثولي ورقة يقولولي فيها لنصك ضعيف غير قابل للانجاز ايضا بعض ما استقالت مديرة التلف اي انجور من السيناتور دو كونترا ما بعثولي ورقة يعلموني فيها لنصي ضعيف وغير قابل للانجاز شنو يكين شعورك حتى شي ننتظر كل شي نراه في ما عنديش خيبة الامل ما عنديش كل شي وارد بنسبة لينك ينبدأ نحضر في مشروع نقول فما نسبة من انه ينجز ونسبة اكبر من كونه ما يتمش بربسويل شكون اللي قيم اللي النص طعيف لجنة 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 بعثتلي ورقة مش نفس اللجنة اللي قبلته في لا هو كل هي نفس اللجنة نفس لجنة قبلته بعض ستينفت كي قد متل مديرة التلفز الاستقالة من قبلة من قبلة 2014 2014 اي اي ما حاولش انك تعود لتحيي المشروع ليه عليش فاشقام ليه لا 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 مش معتر في زالوطني اخي انتي ابلجي عليك تعديف تاريز في قبلة قبلة اللي البروديوين متاعه وتكلف له 20 مليون ما عنديش الملايين مش نصرفهم على منتج منتج شركة انتاج منصورش انا تو تدق باب شركة انتاج وعندك وعليش ما تدقش البيبان على غالب انا لزوكازيون اللي جاوني لكل اسواف المسرح ولا فالتلفز الكل هم جاوا الكل هما اللي يكلموني يعني ستينستلي هما يكلمون اي عمري ما دقيت باب الانفة لا مش الانفة انا هكيك ظهر لي هكيك الخدمة معناها ما اذا كان اثبت في وقت ما لو ققت اني النجم نكتب مسلسل نجح ما فمش عليش نعاود نثبت لك مرة اخرى ونرجع لمن المصفر فمش عليش معناها انت تعرف اللي انت عندك مؤلف اكتب لك مسلسل نجح ومازال يتبث لحد اليوم عليش دي الكرة ومش فتال فزابرك ديما اللي يثبت النجاح متاعه ديما يعاود يتعدى على امتحانات اخرى كي انو ربما في وقت ما لو قات انقص الكوين متاعه ولا ما عادش نجم يكتب ولا ديما فما ديما فما امتحان جديد وانا مانيش مانيش معاها الامتحانات الجديدة جسوي زان عطور كنفرمي دونك تكلمني مش نعاود نكتب لك مش مش تعاود تعملي امتحان احنا في وقت منقدروش كباراتنا منقدروش ممثلين كل كبار الناس اللي تكتب مليح ولينا صرنا في هذا الزمن سي جلال زمن اللي منقدروش منعرش نوري قاعد يصير ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش فما فما الديفاق جدد قاعدين يظهر وانا جنسوي با كونتر ما نش ثد كونه فما حاجات جديدة قاعدة تظهر لكن معا جديد حتى الاقتئيم اثبت اللي هو ينجم يكون موجود معناها معا جديد هذك ما فماش علش فماش علش هالإقصاء ومش مقلق نيرا هو خاطرانا بالنسبة ليا انا المسرح هو الاساس وانا ممثل مسرحي مؤلف مسرحي احيانا مخرج مسرحي مش ديما معناها الاساس عندي انا هو المسرح وحتى تلفز كي جاتني جاتني صدفة معناها ما جريتش ما جريتش على التلفز فكي تبدأ مش موجودة تلفز ولا السينيما ميقلق سياري بنور فانا القدير كان حاضر بحضاي زادا كيف كيف وحكينا على موضوع ذي بخصوص غيب وعن الاعمال الدرامية وش موجودة في المسلسلات يقول لي انا التجأت للمسرح بنسبة ليا نعمل في الكيليبر متاعي في المسرح ولكن يحزك في نفسه شوية انه مش موجود يتوحش الناس انه يطلع ويشوفهم مثلا ولا يشوفوه في رمضان فما يشكل هكا شوية معناها علاش انا تسائل بينكم بيروحك علاش انا مش موجود في المسلسل هيدا علاش انا في رمضان منش موجود انا مش نقف على كلمة التجأت للمسرح انا من التجأش للمسرح على خطر ما عندي شي في التلفز على خطر فما ممثلين مع حتيرا ماتي لهم يتفكروا المسرح ووقت اللي تولي ما عادش عندهم ما عادش عندهم تلفز اوكو انا موجود في المسرح انا اساسا موجود في المسرح وكانت فكرتني تلفز ما رح بها ما تفكرتني مايقلقني لو من اللولة كانت يتقلقني نقول الدور هذي والله انا ريت فيه روحي المسلسل هذي ريت فيه روحي وبعد وليت حاجة عادية جدا وليت ان كونسوماتور نتفرج بلاش احساس ما عنديش ما عنديش الغيرة متاع ولا الغبطة متاع نقول يا حقني فيه هال الانتاج هذي لا معادش عندي قبلت بأمر الواقع يعني في مرحل ذيب ذيب الاحساس الهي تفصخ ما عادش موجود وليت ان كونسوماتور حتى وليت ما عادش نكونسومي جملة ما عاش نتفرج ما عاش نشوف معناها اختيار مني كونسومي ما عادش نشوف ومش على خطر انا متقلق اني منيش موجود لا لا ما مانيش موجود مانيش موجود عادي جدا معناها انا باقي بالنسبة لي انا المسرح هو الاساس نتقلق كي نبدأ منيش موجود في عمل مسرحي كي تتعدالي اوناني بلانش ما نخدمش فيها مسرحي وقت هنتقلق نقعد معلي بالنور يقول ما عادش الشباب متاع اليوم ما عادش يكتبوا هو قال للشيوخ يعني للناس الكبار في العمر صحيح انو نوعية الكتابة اللي صارت اليوم تتكتب للشباب اكثر للصغار اكثر الكبار في العمر كينو ما نيش حاتينهم ما عادش تلقى كيما في مصر مثلا فما تليقي اجي تلقى الكبير الصغير العمر ومتوسط بو هدا اللي حكيت عليه انا قلت فامك الوجوه الجديدة مرحبا بيهم مانيش ضد ما ما تكونش الكتابات مخاصة اليوم هما بالذات معناها فمش عليش معناها ما فمش شباب طو موجود في الشارع بلش بلش كهول وبلش شويوخ مشتماعهم حتى في الدار معناها حتى في الدار انتلاقا من البيئة الولانية الصغيرة هذيك العائلة اللي جون عندهم عندهم مشكور عندهم مشكور معاهم ولا شيخ ضيعت الفتلة ضيعت الفتلة نفكرك قلت اللي الشباب متعليهم معاش يكتبوا للشويوخ انتي تاو كنت تحكي فيه جاوبتني قلت اللي هما يكتبوا لرواحهم يكتبوا لرواحهم وطبيعي وعادي كونه ليجون يحلموا القوش كوني نفذلهم أحلامهم فينساقوا في أجوائهم وفي وفي الكتابة ليهم عادي عادي جدا ما يتلموش بهك الطموح الشبابي ما يكتبوش للشويوخ ما نعرش ما تعرفش بي نحكيوا على سيدكم الفرماسي كنت موجود في سلسلة الفرماسي هاو شاب وكتب الشيخ كيف هك موجود على قناة الوطنية طب اللي معنايا والله جدي ضحك نحكي على سي علي بن نور قال شويوخ والله ما شاء الله علي سي علي بن نور الحقيقة مزيل شباب ومزيل ينجم وحدة من ناس حاب نتفرج في علي بن نور حاب نتفرج في جلال دين الساعة لا بخوف مش كينينا لا بخوف اللي احنا كلنا متأكد اللي يسمع فينا الكل يتفرجوا في الإعادات ويحب يتفرجوا في حسابات وعقبات وعودة المنيار وإخوة وزمان دونك مش صحيح انه احنا ما نحبوش نتفرجوا عليكم هذا يمكن موجود في فكرة المنتج ولا في فكر المخرج لكن المتفرج أنا متأكد اللي حب كميش ولا في فكرة مساعد المخرج على خطر في أغلب الحيان اللي يختاروا الممثلين هو المساعد المخرج احنا معناش معناش مهنة في تونس متاع اختيار الممثلين اللي يعملوا كاستينج فمساعد المخرج هو اللي هو اللي يختار الممثلين اللي يخطروا له على بال ولي يتفكرهم علش معاش يتفكرون نحنا بقي جواب مش عندي عندهم هما الجواب عندهم سؤال من غير جواب نحكي على سلسلة الفرماسي كنت موجود في قناة الوطنية في رمضان تقييمك لسلسلة نسبة لك نجحت ولا ظلمت ولا ما كانتش في المستوى المطلوب انا نتصور اللي المسلسلة الكل في خضم الهال برايم تايم في هالعرك متاع شكوني تشاف اكثر يظري كلهم مظلومين الطوى ما تعدلش وقت متاع يحترموا فيه المتفرج بش يشوف المسلسلات قالش المصري على روائم معناها ما فهماش علاش إذا كان بش نشوف المسلسل الفولاني انفلت المسلسل الاخر والكل هم يلعبوا على البرايم تايم والكل هم يلعبوا على عدم الإعادة معناها عدم إعادة البث معناها مرة بركة يتعدى معناها انتي ملزوم بش تتفرش في هاك السلسلة ولا في هاك المسلسل إذا كان شدك من الحلقات اللولة فيظهر للمسلسلة الكل المظلومين مش مسلسلة نحن يوم احنا ننجو كين في رمضان الميسر خلينا نقول احنا في رمضان الكل هم يلوجوا على برايم تايم بش دخل إشارات بش دخل فلوس معناها ما عندهم مش شواء يرع روح كمنتج صاحب قناية انه ملزوم عليه العمل المتاع اللي اللي حط عليه الباكو يتحد في الوقت الظروة وقت اللي غيذ اكثر كونه انتي تولي كفنان تولي انوتي عند الكلين عند السيدة هذين صاحب سبونسور معناه تولي انتي تنجم تخدم ولا ما تخدمش معناها هو اللي سير في الأمور على خطر هو بش خرج السلعة متاعه في بش موال بيهم بعد المسلسل يحكم عليك انتي كفنان معناها تنجم تكون موجود ولا موجود هذا اللي غيذ معناها ما عادش يمكن كلامي يتناقض ما عادش الاختيار للمخرج ولا المساعد ولا المنتج الاختيار المستشهر المستشهر هو اللي ساعات يلزم على الجهة المنتجة بش يختار لها شكون اللي يخدموا في المستشهر هدا اللي غيط في الاخر فما منه بالحق مستشهر يقول لك نحب الممثلة ذك هو الممثلة بالمستشهر للمستشهر ما تبيعش معثلا يعني بنسبة لك انت يحط بطل اللي ما يبيع ليش دونك حط لي اكس هو اللي يبيع اكثر يمكن يمكن هو يخمم هكا يمكن يرشي حد ياخر يبيع اكثر وخطر طوز احنا ولينا في الممثلين ولينا فكل عركة متاع عركة عمير المجازرة العركة متاع شكون وجه يبيع اكثر فطناها حكاية المسلسلات التونسية اللي وردت تقالد في المسلسلات التركية اللي يختاروا ديما حاجة شبه المهند وهذوكم حليلتهم الكل بش يبيعوا اكثر معناها المسلسلات تولت عندهم اختيارات اخرى ينجم يجيب لك حتى اي شخص مشارع معناها ما عنده حتى علاقة بالتمثيل ويفرضوا عليك اي 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 فاما منه طبعا اي وفاما اللي نجحوا راهو بش من نظلمش لزانستاغرامر اي انستاغرامرز راهو فاما اللي نجحوا فاما حتى اي انستاغرامرز انا قاعدت نتفرج فيها قلت الخدمة اللي تقدم فيها حاجة عجيبة معناها بتاع واحد عدى حياته كاملة في التياتر وفي التلفز والسينما سيت اسم خدمة مع سابي الفهري الانستاغرامرز الطوب موديل ما نفكرني فيها اي فاتوح لا لا حاصيله تبهر المهم خدمة خدمة مع سابي الفهري حاجة تدوخ تبهر تقول يا الخدمة متاحة حاجة تشبه الخدمة متاع السوبرستار اللي عملوا على كوتش بش يوريهم كيفش نعرفها فايش مثلت فانا الدور طوب موديل في امريكا هي وكاد دور العالم عزا سليماني هذي اي خدمة خدمة محلية حاجة تشرف يعني مش قاعدة يجي من الانستغرام ما يكونش عنده موهبة التمثيل نجم يجي من المواقع التواصل الاجتماعي ولكن ينجح كنا نبدو بشوية راوي احنا كيفش بدينا في التلفزة ولا في التياتر الكلنا بدينا صغار وكنا بدينا بشوية وكنا بدينا نتعلم ونسقل في الموهبة متاعنا بشوية بشوية معناها إلا كان إلا كان طوى الانستغرام والتيك توك اللي هي فرصة كبيرة محليها وصحة ليهم اللي جون متاع طوى متخولوا لهمش بش يخوضوا في بش يخوضوا تجارب أخرى تلفزية شنو ما لمؤين الأخرين اللي بش تختار بيهم الممثلين جدوا الممثلين الصغار الممثلين متاع اللي ظهروا في آخر انتاج أنا ما ركزتش عليه برشا ممثل شفتها كالكو سيكونس في الحوارة تونس فالوجة فالوجة محليهم 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 أول مرة تعطيهم تتعطالهم ينوكازيون بش يخدموا ويظهروا ممثلين برعين معناها مش بالطبيعة ذا بالتوجيهات متاع المخرجة بالنص المكتوب كومي الفو أما هم محليهم كممثلين وبرشة أشيد بالخدمة اللي خدموها في فالوجة سوى في جزء الأول أو الجزء الثاني وانتي تحكي على مواقع التواصل الاجتماعي جليل الدين السعدي نلقوه أكتيف على تيك توك موجود في تيك توك وفي الانستغرام وفي عندي مليجو قول على جليل الدين السعدي تيك توك تيك توك كنت مجهمة علي برشة كنت واهج منها برشة ونخمم شنوه شنوه اللي باش نحكيه في تيك توك نحب ويقترحوا علي يقولوا اللي يظهر في تيك توك وشنوه اللي باش نحكيه في تيك توك ومبعد هكا صار عندي كليك تودان كو هكا صار تحكيه وأنا متعدي من قدام شط الزهرة تفكرت اللي احنا مانش قاعدين نعمه في البحر متاعنا انتي ويلد البانليو أنا ويلد البانليو سيدي زهرة قلت ملاش قاعدين حضرين بطحة من الفرن مرحبية شرفوا برش بطحة ويلد زهرة أنا كل يوم في حمام لم ها ويلد حوم ملاء أنا ويلد حوم ويلد البانليو هاش حصلوا حملت اون فيديو باش نحكي فيها على كيفاش احنا يزمنا نضرب قربت ما بين 60 و 80 كيلومتر باش نمشي ونعم ووقت البحر المستعملة في بحرنا ووقت لي أنا صغير نثبت كنت نعوم في الزهرة وبابا كان نكرين لكابان لوح كانوا فهم دي كابان لوح ووقت لي كانت اسمع سنجر ماقبل كبير فيها مر اي وكوننا نكرين وكابان لوح غاديكا ونصيفوا فيها كانت عندي ذكريات محليهم على الزهرة كانت عندي ذكريات محليهم على حمام لمفى لخطر الحد العمري تقريب 20 و 20 سنة يمكن 25 سنة وإحنا كل صيف ما نتخلح وكان في حمام لمف بلاد البيت بلاد البيت بلاد البيت وكانت العومة فيها محليها وكانت الصهريات فيها محليها وكان البحر نظيف فهاك الموضوع هذاك قلت هذا يجبني نحكي عليه ومن غادي كان طلقت اذا رب الموضوع خطف في التفاعل عجبتك الحكاية عجبتني الحكاية قلت فما مواضيع أخرى أنا قلبي متفطف على خطر كل موضوع نسجل وانا عندي أجندان نكتب في هالمواضيع اللي لا ربما في وقت ما اللوقات نحكي عليهم في مسرحية ما لقيتهم لا تحكي عليهم في الإنستغرام وفي التيكتوك خير لقيت وين تفرخ قلبك معنا فرخت قلبي فرخت قلبي ولقيت استحسان من برشانيش ولقيت بكوو دفو دي ميلي دي سنتن دي سنتن دي ميلي دفو ودقيت بانسوري فما ناس اللي ما عجبهم شي واللي ما حبوش هذوكم اللي حطيتهم على على جنب فما اللي بشي عجبو فما اللي ما عجبوش هذي هي حاجة قاعدة أساسية موجودة طبعا كل عمل قابل للنقاش أكيد من بين الفيديوهات اللي ضربوا أنا زادة شدوا انتي بي وتفرجت فيك بالقدي حكيت على ظهراء وبالحق موجودة اللي بهتتك انت مشيت خرجت انتي وصديق ظهر لي بشتمشي وتتفهموا على خدمة قاعدين في قهوة قلقكم ولايد صغير يبكي 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 خرجت انتي من القهوة قلبك مفلقت أحكيت قلت كيفيش ولايد عمره عام ولا عمينك حسب ما انتفكر العشرة متعليل في قهوة لأم تسكت نورمال ما وراه وريقت اي نورمال ما وما قلقناش هوراه ما قلقناش نحنا احنا تقلقنا عليه انا خطر ابو صغار معناها عندي صغار ونعرف شو معناها الصغير ونعرف شو معناها سلامة الصحة متاعه ونعرف اللي هو يزم ويرقد في وقته بش يقوم ناشط الصباح احنا التوى التوى معناها بنتي صبية ما شاء الله عليها ترقد في الوقت تسعة بهتني كيفاش لم قاعدة تاكل وتشرب والبو اللي هي في البرطابل متاعه ما نعرف عليش اللي هي في البرطابل متاعه ووقت اللي لم قاعدة تاكل وتشرب ما هوش له هو بولده والدفول يدور في القهوة ويبكي مش يدور مش يقلقنا نحنا يدور ويبكي معناها تحس اللي هو الاجوية مش عاجبته الدخان مش عاجبه الفوضى التلفزة اللي تخدم الموزيكا اللي تخدم من بافلويت اخرين فما هاك الخوضة اللي في القهوة مقلقته عليش تقنق في صغيرك موساعة ما يلقاش من يحطوهم يحبي يخرجوا وما ده الظحي الكلنا ضحينا الظحي وفما قهوة اللي فيهم تخلي ولدك فما شكون يتلهاب يلعب هو يتفرهد وانت يتشرب قهوتك اختار معناها فركس 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 على الاماكن اللي انتي تنجم تتفرهد فيهم وصغيرك يتفرهد فيهم على الفوضى ما فماش علاش تجيبوا معاك للقهوة باش توتروا عصاب وتفل صغير راهو كيتربع على الاجواء هذية روي تلع مهم مشن بعد وفي تيك توك زي دمعك محمد طهر الدريدي ماشي نفجولي هو ولدك اي خلع بيتك عندهم خليها كيكا اي خليها كيكا ما تخورش ما تخورش خليها كيكا خليلو مشيو الكويز اوستار معا جلال الدين السعدي شنعتيك اسألة سريعة قولي صحاح ولا غالطين صحيف في حسابات واعقابات كان عندك فوبي من الكلاب قيتروح قدم كلاب التوا عندي فوبي من الكلاب انا يصرتو لاشيان دوراس معناها هذو كما كلا ستاف والروتفيلر والاشا عملت في المغزل منعرش كيفاش ربي هبت علي سكينة باش حتيت كلب قدامي وقعت نخسله بالشامبوان ونبعد شلاله بالماء والكل ما يظهرش ما يظهرش الخوف علي وانا وانا نصور معنا هل يشاف نحط محلاها الموزيكا تارف ناقش شوي تارف والله انك ينسمع جينة ريكا كعندي حاجة كفي قلبي والله نحكي بجد يمكن يمكن ذكريات الطفولة يمكن رمضان قبل جو قبل جيك طبعا يلزم يلزم نحسها معناها تفكرني في تفكرني في السنين هذوكم محلاهم كيفش تعداو وتفكرني في في المدة اللي صورنا فيها المسلسل ستة شهر قعد تصوير المسلسل وتفكرني في الممثلين اللي خدمت معاهم شام رستم ربي يرحمه يالله يرحمه شامل المدني سعلي بنور من العمار سوس المعالج سوس المعالج سوس المعالج كان ضيفت وحكيت حكاية قعدة بهتتني قتلي سيلا حبيب المسلماني في اليال البيض ما قتلوش اللي هي حبلة اللي هي انسانت وقتا انتي في بالك بها الحكاية في بالي هي حكاية لي سيلا حبيب حكاية لك سيلا حبيب كيفش حكاية لك ما العرش في قاعدة من القاعدات حكاية يحكيلي على ممثل ما يعرفش سوق وقال لي هو يعرفي سوق وحكيلي على الطرفة هذي متاع كيفش كانت رد تفعله يعني هو مبعد يحكي فيها هو يضحك معناها كيفش فتتو معناها ويضحك يضحك معناه يحكي هو شيخ عليها الحكاية بيش ناس اللي كان سوي لنعرف كليانتي متحبش تحكي على حياتك الخاصة جملة ولكن ديما كل ما يتجبد ولا يجي جلال دين سعدي نعرف يتجبد موضوع بنتك بنتك على خطر نجحة نجاح كبير وكان موجود يتشاف تتشاف بلوتو الموهبة متاحة سيوي في كما نجد سليما سيوي كيف كيف في حسابات وعقبات وشنوها نعرفش أدوار أخرى كانت موجودة فيهم مزيدة معناها فما موهبة ما كانش حادي يتصور إنو هي بيش تبعد على التمثيل شنو اللي صار ونهارة اللي قتل إيراني بيش نبعد على خطر هي وقتها لا هي بقريتها لا هي بالباكة متاحها قتل ببا بيش نبعد خدمة مسلسلة مع سيتل اسم مسلسلة بعد الثورة حصيلو في دوميلونز خدمت قتلي باوفق أكهورة وأذية آخر مسلسل قتل على كيفك عليش فما ستبق ح أخذ لها في قريتها عندها الباك وقتها تحضر فيها وهي برمية اللي بروميار ودى لا 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 لتوا ما ندمش بل حقي لتوا ما ندمش ولتوا حتى أنا نشجع فيها بشي قولها هعمل باشجة إنستغرام هعمل تيك توك كل شيء. مسكرة كل شيء مسكرة كل شيء. الفيسبوك والانستغرام بتاعها. الأحباب هم المقربين معناها. مع نسانتين بخسك. وهي بعيدة على على الانتاج الفني. سلموا عليها برش. سلموا عليها برشة. خلتونا ذكريات مزيينة لحقيقة. بساعة بهيرة وكي تخلي هكا تصويرها محليها ومزيينة. خير نشوفها وهي صغيرة ونتفرجوا عليها ونستمتعوا بأدوارها. نسلموا عليها برشة ونسلموا عليك انتي. شكراً على على حضورك. نتمنى لك التوفيق والنجاح. ان شاء الله ترجع بحضينا مرة اخرى ونحكي اكتر زادة تفاصيل على المسرحة بعد ما نتفرجوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله نهار 19 اكتوبر نحب نذكر لي هي نهار 19 اكتوبر في المسرح البلدي لي العجب. ان شاء الله بالتوفيق ليك. وتساكر موجودين من نهار الاثنين في المسرح البلدي وفي التسكرتي بوانتين. شكراً لك جلال الدين السعادة. شكراً لك من الفريق. نومي معياري مبقى ليكين مش قولكم. باي باي. شاو شاو.